شوف ناس كتير جدا 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 دائما ما تتحدث وكانت تتحدث ولا زالت تتحدث وسوف تتحدث على مسألة يا جماعة احنا عاوزين مساحة كبيرة جدا من حرية المناقشة وحرية الرأي وحرية التعبير سواء اذا كان في الاعلام او في الصحافة يعني العام المتلفز او المذاع راديوهات يعني وازاع او الاعلام المنشور والمطبوع وهو الصحافة عايزين المزيد من المناقشات الحرة والمستفيدة والتي تفضي الى تغيير ما يحصل فيه البرلمان وبالمناسبة ده حق طبيعي جدا ان الناس تطالب بدا طول الوقت ابناء المهنة اللي انا اتشرف بان انا امتهنها يعني واحترفها دائما ما نتحدث في هذا الموضوع بس انا كمان ادعوك على انك هل انت فعلا بتتابع الامور ولا مش بتتابع يعني هل انت تتابع التلفزيونات القنوات المختلفة هل تتابع الجرائد وبتشوف ساعات كتير بنبقى متابعين وشايفين ولكن لانه بدأنا ندخل في مرحلة الاعتياد فما بتبقاش عندك احساس حقيقي بالمسألة عامل بالضبط زي زمان دي مقدمة واجبة بالمناسبة زمان كده لما كان فيه الاخوان المسلمين للأسف الشديد استولوا على مصر لمدة سنة وتم انقذنا جميعا ربنا سبحانه وتعالى انقذنا مظاهرات حاشدة القوات المسلحة المصرية موقف عظيم من وزير الدفاع انا زاك هو فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي حاليا وحصلت تلاتين ستة في تلاتة سبعة بحرب على الارهاب بس انا عايز افكرك لما ما كناش بننزل من البيوت يوم الجمعة بسبب المظاهرات المسلحة للاخوان واعوانهم وزيولهم الى اخيره بعد شوية الامن بقى مستتب وبننزل وبننزل برى بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا واشغالنا الى اخيره فالحقيقة تم علاج هذا الجرح واندمل الجرح وكمان حتى العلامة بتاعت الجرح ما بقتش موجودة فانت نسيت فانت نسيت كويس بس ما تنساش انه كان فيه جهد عظيمة بزل قبلها هي نفس القصة فيما يتعلق بالحرية بشكل عام فلما نبقى بنتكلم مثلا على وزارة التموين واداءها في هذا البرنامج سابق وتكلمنا فيه برامج اخرى زميلي وصديقي خالد ابو بكر تكلم محمد شردي زمينا العزيزة تكلم الى اخيره فاكتر من برنامج فيه اكتر من حلقة هتلاقي اخبار موجودة في الجرائد الى اخيره يمكن يمكن تكون انت بدأت تتعود على هذا المشكلة بس انا قدر اقولك اه طبعا هو فيه حرية فيه التناول وفيه الانتقاد طالما انه الانتقاد موضوعي عندما ننتقد وزارة التموين في اداءها وسياستها عندما ننتقد الحكومة ككل فيه اداءها وفي سياستها فيه بعض الاداء بعض السياست بعض القرارات بعض الرؤى فهو حق لنا وحق لهم ان هم كمان يقدروا يردوا ان ارادوا طيب وزير التموين كان موجود النهاردة في مجلس النواب المصري تحت الاب وكانت جلسة شديدة الحماوة شديدة السخونة جلسة ساحقة ماحقة قد تقيم الدنيا ولا تقعدها كانت هذه الجلسة بطبيعة الحال برئاسة ستة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس او مجلس النواب الموقر وبدأت المواجهة الساخنة ما بين الاعضاء ووزير التموين على ايه؟ على لحضرتك وانا وغيرنا بنتكلم فيه واحد ارتفاعات نراها غير مبررة للأسعار اتنين عدم توفر لبعض السلح لبعض السلح ونرى ذلك ايضا غير مبرر تلاتة انه فجأة نكتشف ان هناك قضايا فساد او وقائع فساد محققة مقررة مسكتها الرقابة جوه الوزارة الله هو اللي بيحصل في الوزارة وخشيتي الرئيسية انه يكون بعض من تصريحات السيد الدكتور علي مصالحي وزير التموين فيها الطريقة بتاعت انا لو وقعت مش هقع لوحدي لانه قال جملة بالنسبة لي كانت شديدة الغرابة جدا جدا المسئولية مش علينا لوحدنا كوزار التموين لا بقى ده المسئولية على المحافظين وعلى الحكومة كلها حتى اعلاها طيب مش كان حاليا بالدكتور علي مصالحي يوضح لنا المسئولية تقع على الحكومة كلها بكاملها حتى اعلاها ازاي؟ مع ذكر كل مسئول بمنصبه